السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف عبية والله أنا أحترم هواوي وأحترم قراراتهم في التوجهات الجديدة التي يدخلونها شاشات التلفاز، شاشات الجيمينج، أكسورات وغير وغير فالفيديو سأتكلم عن منظومة مخصصة لمحبين الألعاب تتذكرون عن مراجعتي التي قمت بها لـ MateView GT 34 إنش وكيف كانت الشاشة مميزة، مقصة 34 إنش، ساون بار، ونظام تحكم ذكي وغير وغير سأترك الرابط موجود في خاطر الأصف لكن شيئين ممكن أن ألاحظتها؟ إنه في ناس تبغى مقص أصغر وفي ناس تبغى تكلف أقد فشاشات الميت فيو نسخة 27 إنش ممكن تكون الخيار الأمثل كل شيء يتم بركها في هذا الفيديو سيكون موجود في خاطر الأصف حسنا؟ نحن معي، هذه الشاشة 27 إنش، هذه الشاشة VA والـ VA له ميستين وعيب واحد الميزة الأولى إنه السواد ممتاز والإنفوتلاك الميزة الثانية جدا ممتاز فممكن يكون مناسب بالدرجة الأولى للعاب التصويم منظور الأول أو تطلب الحركات الجريعة العيب اللي ممكن أن أشوفه إنه زوايا الرؤية ممكن تقلم من درجات الألوان لكن نفس الوقت لا أشوفها عيب بسبب إنه هذه الشاشة منحنية بدرجة 1500 و500 فبالتالي نحن نشوف ذاك المشكلة حسنا معي الألوان سنوائية P3 وأيضا تدعم HDR وهذه الشاشة بدرجة وضوح Quad HD مع 165 هاتس بسرط استفادة بكاملة من خلال DisplayPort لمعدل هرتس ليس فقط HDMI طيب، أوكي حلوين يا سلطان وش في بعد؟ كيف تصنيع وجود التصنيع؟ والله ما راح تفلسب معك، هذه الشاشة تأتي بكواليتي عالي لكن نظام التحكم فيه عرض الشاشة قدام وورا وترفع فوق وتنزل تحت لا تستطيع تلفي ميل لسهار لا يوجد ساندار أو نظام RGB هذا الشيء فقط محصول على نسخة 34 وفيه زي النوب بالأسفل هنا للتحكم بوضعيات الصور ووضعيات الجيمينج وأيضاً الإنبوت وإعدادات النظام وغير 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 ومن هذا الشيء بس سهل جداً من ناحية التعامل معه فلا يوجد خربطة ولا يوجد فالسفة من هذه الأمور لا يوجد سبيكر يعني أنا أشوف سبيكر لا يوجد سبيكر موجود في الـ 34 لا، أنصح بسماعات خارجية للحصول على إنتاجها الصراحة، أنا أكون لك إياها وأنا مرتاح في الموضوع هذا أنه أنا أنصح بسماعات خارجية المنابل الموجودة في الجي خالفية سهل جداً من ناحية الوصول لديك ديس بلاي بورت 1.2 HDMI 2.0 ويس بي تاب سي مخصص فقط للطاقة طبعاً تمنيت تكون الأحدث مثل HDMI 2.1 وديس بلاي بورت 1.2 ويكون في منافذ إضافية أنه يكون فيها USB وغيرها ما فيه مسار لتنظيم الأسلاك هذا الشيء ما موجود مع هذه الشاشة، يمكن هذا الشيء ما يضايق لكن كيف كان تجيبتي مع هذه الشاشة؟ أولاً أنه هذه الشاشة ما فيها مشاكل تسريب الإضافة معين علوان السيمائية نعم تسمح لك بالدرجة الأولى أنه ممكن تستخدمها مو بس في الجايمينج والمالتي ميديا ممكن تستخدمها حتى في الإديتينج مهب دقيقة لكنه نعم لكن لا ننسى أنه هواوي ما راح تقدمك هذه الشاشة للإديتينج هي مخصصة للجي تي اللي هو للجايمينج فقط للجايمينج فطالما تستفيد من الديس بورت فرح تأخذ السرعات العالية 165 هاتس مع درجة الوضوح جداً جداً عالية طيب الشياء اللي حطتها الـ HDR ليس الأفضل بكل تاكيد لما أنا أكون معك صريح جداً لكن بشكل عام أنه هذه الملاحظات وهذه المميزات اللي لقيتها في هذه الشاشة طبعاً سعرها 1490 هذا العرض جداً جداً محدود للطلب المسبق بعدها راح ترجع السعرها الأصلي اللي هو 1700 ريال تقريباً رابط موجود في خاطرات ومن ثم قدمت الجي تي وايلس الماوس حقتهم الفارة الذكية أو الفارة المخصن للجايمينج 16000 دنيا نظام الـ RGB وثلاث وسائل للإقتران سلك USB Type-C والبلوتوت وأيضاً عندك منطقة مخفية لـ 2.4 جيجا هس دي الوائلس فعجبني التنوع وهو نظام تحكم متعبث في مسألة الـ RGB وجون الـ RGB بيب هضوا هواي ما ينقصرها معك فنعم هذه مع حسية الفارة فأقدر أقول أنها مناسبة لألعاب للطلب المنظور الأول وغيرها الأزرار يعني تمنيت تكون عميقة شوي في الضغط عليها لكنه بشكل عام مش سية لا لا مانا مش سية ولكن اللي أنصح فيه في الفارة هذه أنصح فيها لكن إذا تريد تأخذها صح فأخذها مع الماوس باد لأن الماوس باد مساحة ممتازة تقريباً مساحة 170 في 300 وشيء دي كده أعتقد والعمل لله لكن الوزن كاملها 550 غرام فالكواليتي فيها ممتاز ومعتم والشيء الجميل أنه تنشبك من خلال USB Tab C والشيء الجميل أنه عندك الـ RGB LED اللي يبينك حرارة حالة الشحن نعم في منطقة مستقلة ممكن تضع فيها الفارحة خاصة بهواوي وتشحنها لأنه البطارية خاصة بالفارحة وهذا الشيء جميل جداً و350 ساعة وفي خمس دقائق ممكن تشحنها من خلال USB Tab C طبعاً ممكن تعطيك 35 ساعة إضافية أو تشحنها بشكل لا سلكي وخلاص تنسى موضوع أن تشحن البطارية ما تشحن هم البطارية فهذه المنظومة الصراحة أنصح فيها إذا تأخذها مع الماوس باب فيكون مزيد جداً ممتاز وأيضاً مسوين عليه عروض فبحطها في خانة باص فهذا ما فيها برمجة كاملة نزار هذا الشيء هذا الشيء غير موجود لكن بشكل عام هذه منظومة المقدمة من هواوي إذا حابت تسبيل منها فهي موجودة في خانة باص تعتبر كبداية ممتازة وخاصة لدخولهم في مجالك الصورات صراحة شيء جميل أقبال ما نشوف البي سي جيمينج وأقبال ما نشوف الوايليس هتسيت وغير وغيره الصراحة فعطونا رأيكم مشاكل منتج حابين تتكلم عن تفصيل المراجعة النهائية يلا تشاركونا برأيكم في خلال التعليقات شكوكم خرج الله مع السلامة